كان في أحد تلك الأماكن المنسية التي تخفي آلاف اليمنيين يتصدر الحكاية فيها مع زملاء آخرين له كصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي خرج منها بعد طول معاناة لكنه اضطر أيضا للخروج من الوطن كله إلى منفى في اسطنبول بتركيا يوسف عجلان صحفي يمني ومعتقل سابق في سجون الميليشيا تنفس الحرية بعد عام كامل في المعتقل إلا أنه لليوم لا يزال يحاول استعادة ذرات الهواء المسلوبة من رئتيه بعيدا عن الوطن وأهله الذين لا يستطيع العودة إليهم خوفا من الاعتقال مرة أخرى أنا اشتكت لك خيرات أنا اكثر منك تركيا ورصمان ودعى يوسف حياته في المعتقل بعد الأسر والجوع والتعذيب إلا أنه ما زال عالقا في أحداثها التي لم تغادره ورغم عيشه حياة جديدة إلا أنه يحاول التأقلم فيها فأحيانا كثيرا يستحضر لحظات عيشها في السجون الحوثية أحداث كتلك من الصعب لسيانها كانت المعاناة موجودة في مسألة أكلك شربك ملابسك إضافة إلى تعامل الحوثيين بشكل سخرية واستهزاء منك أنك شخص عميل يصفوننا بالعملاء العدوان عملاء مرتزقة أيضا العزلة العامل المشترك بين السجن والمنفى لا فرق كبير بينهما يقول يوسف سوى بمعرفة أهله مكان تواجده الحالي مقابل ضبابية شعور الأهل بالأمان والخوف عليه من سجن الميليشيا حين خرج يوسف من السجن إلى العالم لم ينسى تلك الآلام التي لن تزول فقد ترك لقليل منه مع كل شخص من زملائه الصحفيين العشرة الذين لا يزالون في المعتقلات الحوثية يحاول اليوم استعادتها من خلال حمل أصواتهم إلى العالم علّه يلتفت إلى مأساتهم فقد خسر العديد من الصحفيين عمله أو حياته حين صارت الكلمة جريمة تستحق الموتى والعقوبة لما ذهبت إلى جينيف التقيت بمقررين حقوق الإنسان التقيت أيضاً بعدة منظمات عرفتهم بمعاناة الصحفيين معاناة المختطفين بشكل عام والمختطفين بشكل خاص عرفتهم بالمعاناة الزمالاء الذين مرت عليهم إلى حد الآن أكثر من ثلاثة عوام ونصف نحاول الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنشر معلومات جديدة عنهم مطالبة المجتمع المدني وأيضاً المنظمة الدولية بالتضامن مع زملائنا الصحفيين كسب يوسف حريته لكن كان عليه دفع ضريبتها غالياً بالبعد والانتظار الطويل للعودة حين تشتعاد الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر